يعني احنا تاريخنا مع المملكة تاريخ عم طويل مو تاريخ تهوي يعني موجود يعني جدي جد جد ابوي زين كامل الدعمين للملكة عبدالعزيز بن سعود في رحلته لاستعادة الرياض والملكة عبدالعزيز يعني كنا محل تقدير ومحل والعيالة كلهم عيالة كلهم بدون بدون شو دعمين في الغزوات أيام ما كان طالع من الكويتي بيروح لأخذ الرياض زين يعني جدي يسلف الفين ريال في رد صريح للنائب السابق مبارك دويلة واضعا كما ذكر حدا للتأويل غير المنطقي قال إن تفاصيل الحكاية التي ذكر بعضا منها الأخ ناصر دويلة في مقابلته بقناة العدالة أذكرها اليوم بعد أن أساء البعض فهم المقصد من الراوي سواء بحسن نية أم بقيره وحتى أضع حدا للتأويل غير المنطقي أوضح أنه عندما قرر عبدالعزيز بن سعود استعادة ملك آبائه في جزيرة العرب سعى إلى تبني المذهب الوهابي في فهم الكتاب والسنة ورفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله وبدأ بترويض القبائل العربية التي كانت تملأ شبه الجزيرة فدانت له غالبيتها وتمردت عليها البقية الباقية فأخذ يناوش هذه ويحاور تلك تارة بالسياسة وتارة بالقوة مما اضطره إلى تشكيل الكثير من التحالفات الوقتية لتحقيق هدفه وتمكنه من السيطرة على الأرض وأضاف يذكر أجدادنا الذين عاصروا تلك الحقبة أن الملك كان مرة في طريقه إلى قتال بن رشيد فمر بمكان اسمه عين القنور وهي بئر ماء وافر يتزود منها من ينوي السفر الطويل وصدف أن كان في تلك الهجرة السقيرة أثناء مرور الملك فيها عدد من تجار الكويت وبعض أصحاب حملات الحج أثناء عودتهم إلى الكويت فعلموا بنية بن سعود قزوى أطراف نجد وأدركوا حاجته إلى استكمال تموينه فبادروا بالتبرع من حر أموالهم دعما له وتأييدا لهدفه وكان من بين هؤلاء أحد أجدادي وهو فهد بن محمد بن دويلا الذي ساهم بمبلغ ألفين جنيه فرنسي ولا أعلم كم تساوي اليوم وختم الادويل قائلا يحكي أجدادنا أن الملك عندما قفل راجعا من المعركة بعد أن انتصر على خصومه سدد كل المبالغ التي تبرع بها تجار الكويت وأرجعها لهم دون نقصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر